على خطى أسلافه يسير رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي نحو نهاية قد تكون قريبة في ظل انقسام حاد بين الميليشيات المسيطرة على المشهد العراقي حيال تكليفه وليس بالضرورة أن يكون ترحيب الخارجية الإيرانية بتكليف الكاظمي محط ترحيب لدى جميع الأجنحة النافذة في إيران أو حتى في العراق فبينما رأت فيه بعض الأحزاب شخصية تلبي مطامعها يوجد أصوات مناهضة له في إيران مرتبطة بالحرس الثوري مباشرة ليصبح المشهد أشد تعقيدا ويكشف عن خلافات حادة داخل البيت الإيراني بالنسبة لطريقة حكم العراق والأدوات المستخدمة في هذا المشروع وعلى رأس الميليشيات المناهضة لتكليف مصطفى الكاظمي ميليشيا حزب الله وميليشيا العصاب وسرايا الخرساني وسيد الشهداء والنجباء يقابل ذلك سعي حثيث من تحالف الفتح المؤيد للكاظمي من أجل تذليل المصاعب أمام مهمته الشاقة ووفقا لمصادر سياسية فإن مساعي يبذلها زعيم تحالف الفتح هاد العامري وشخصيات سياسية أخرى معه حيال وقف التصعيد الإعلامي من قبل الميليشيات ضد الكاظمي وأكدت المصادر أن الأزمة زادت من الانقسام بين الفصائل نفسها فهناك من أذعنت لتوافق قادة الكتل السياسية الشيعية وهناك من رفضت واعتبرت الكاظمي ورقة أمريكية وسيقوم بعمليات تحييد واسعة للميليشيات ولوحت بمواقف مشددة في حال محاولته نزع سلاحها توتر الأجواء يكشف عن تجذر الأزمة السياسية في العراق ووصول الخلافات إلى حد مستوى كبير قد يكون الصراع بالسلاح هو عنوانه المقبل